اشتركوا في القناة احسان واقتفى اثرهم الى يوم الدين وبعض الامل خلق الاصفياء والصالحين من عباد الله تبارك وتعالى وقد كان ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام من اكثر الانبياء تمسكا بالامل وثقة في الله تبارك وتعالى ولقد وصل الى درجة اليقين من اول امره عليه السلام وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين ابراهيم عليه السلام ابتلي واختبر في حياته ابتلاءات عظيمة جدا فوفاها جميعا فكان امة كما وصفه القرآن الكريه ومن ثم كانت سرعة الاستجابة من الحق تبارك وتعالى لابراهيم عليه السلام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ويقول العلماء بان هذه الاية هي اسرع ايات الاجابة في القرآن الكريم مع الانبياء فان الحق تبارك وتعالى لما قال لابراهيم عليه السلام قبل ذلك اسلم قال اسلمت لرب العالمين فلم يشأ حتى ان يأتي بالفائل التي هي تدل على السرعة في الاستجابة ولذلك لما قال الملأ لما اجتمع الملأ وقالوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم قال الحق تبارك وتعالى قلنا يا نار كوني بردا لم يقل الحق تبارك وتعالى فقلنا فلم يشأ ايضا ان يأتي بالفاء لكي لا تدل على زمن اصلا وانما قال قلنا يا نار كوني بردا ليدل على سرعة الاستجابة وذلك من اثر ثقة ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام بالله تبارك وتعالى فكان الامل وعدم اليأس من اخلاق اصفياء الله تبارك وتعالى وانبيائه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين